شكرا جزيلا سيدي الرئيس أسف فحسب هو خلاصة الموقف الذي عبر عنه مجلس الأمن الدولي في ختام جلسة مشاورات عقدها في مقر الأمم المتحدة بنيورك وتركزت حول الوضع في اليمن وسوريا ومنطقة الشرق الأوسط بيان مجلس الأمن بخصوص اليمن أعرب عن أسف المجلس لعدم حضور وفد الحوثيين إلى جينيف وذلك رغم جهود الأمم المتحدة ودول أخرى للتعاطي مع شواغلهم وأشاد في الوقت نفسه بموقف الحكومة لالتزامها بحضور المشاورات ورغم أففاق المبعوث الأممي إلى اليمن مارتين جريفث في أولى مهامه إلا أن المجلس أكد دعمه لاستمرار جهوده من أجل بناء الثقة بين الأطراف وأكد كذلك أن الحل السياسي وحده يمكنه إنهاء الصراع والتخفيف من المعاناة الإنسانية مجلس الأمن جدد في بيانه المطالبة بالتنفيذ الكامل لجميع قراراته بشأن اليمن ومن بينها القرار رقم 2216 وهو موقف دأب المجلس على تكراره دون تطبيق فعلي على الأرض وفقا للمراقبين يبين مدى ارتباط هذه الجماعة بالأجندات الإيرانية وامتداداتها في المنطقة مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة أحمد عوض بن مبارك أعرب في كلمة له عن أسف الحكومة لاستمرار المجتمع الدولي في استخدام توصيف غير دقيق وعبارات فضفاضة لتبرير سلوك ميليشيا الحوثي الإنقلابية وفرض شروط مسبقة لعرقلة مشاركتها في كل جولة من جولات السلام وعز عدم مجيء الحوثيين للمشاورات إلى ارتباط هذه الجماعة بالأجندات الإيرانية وامتداداتها في المنطقة وسعيها لتنفيذ النموذج الإيراني في اليمن المبعوث الأمم أصر في مداخلته على اعتبار ما جرى في جينيف إطلاقا للعملية السياسية رغم إحباطه من غياب أحد الطرفين عن المشاورات مجددا لتأكيد على نيتهم واصلة مناقشاته مع الحوثيين في صنعاء ومسقط في وقت شدد فيه جريفث على وجوب عدم التورط في عمليات عسكرية جديدة في اليمن الذي قال إنه يسابق الزمن لإنقاذ ما تبقى من مؤسسات الدولة فيه لكن أصداء المعارك الدائرة في الحديدة تتجاوز تحذيرات المبعوث الأمم مؤذنة بخلق واقع جديد في الحديدة أساسه استعادة سيطرة الحكومة على المدينة ومينائها على نحو يقلل من أهمية أي زيارة مقبلة للمبعوث الأمم إلى معقل الحوثيين في صنعاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر